بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة سوف نزرع العنب من البذور خطوة بخطوة نحن الآن في عز موسم الصيف وفاكهة العنب بكافة أصنافه موجودة في الأسواق العنب فاكهة لذيذة الطعم مرغوبة من كل الناس لذلك فإنها سوف تدخل كل بيت خلال هذا الموسم الجزائر غنية بالعنب من مختلف الأصناف وأنا شخصياً من عشاق هذه الفاكهة لذلك فقد جمعت كمية من بذور العنب من مختلف الأنواع وقررت أن أزرعها في قناني بلاستيكية كالعادة القناني البلاستيكية تمثل حماية لهذه البذور من الطيور بالدرجة الأولى كما إنها تحافظ على رطوبة التربة ومن تجربتي اكتشفت أن النباتات التي تكون داخل هذه القناني البلاستيكية تكون أقل تعرضاً للأمراض قبل الزراعة يجب فصل البذور السليمة عن تلك غير السليمة يتم ذلك بطريقة سهلة وهي وضعها في وعاء به ماء البذور الطافية تكون غير سليمة ويجري استبعادها فيما نحتفظ بالبذور الغارقة ونقوم بتجفيفها في مكان ضليل وإلى أن تجف نقوم بتحضير القناني البلاستيكية التي سنزرع بها تلك البذور نعمل ثقوباً لتصريف المياه الزائدة في أسفل القناني ثم نقطع القناني من الوسط تقريباً ونترك النصفين ملتصقين بشكل يمكن من فتح القنين وغلقها حين الحاجة نملأ القناني بالتراب نحضر البذور بعد جفافها ونقسمها إلى مجموعات حسب عدد القناني سوف أزرع حوالي عشرة بذور في كل قنينة ننثر البذور على سطح التربة لتاركين مسافة بين البذرة والبذرة ثم ننثر فوق البذور طبقة رقيقة من التربة كافية لتغطية البذور تماماً نسقي التربة بالمرش نضع القناني بعيداً عن الشمس المباشرة سوف تنبت البذور بإذن الله بعد شهر أو أكثر قليلاً ولكن هذه البذور لن تحمل عنباً من نفس صنف عنب أمهاتها ولكنها سوف تثمر عنباً بعد ثلاث إلى أربع سنوات من زراعتها وخلال هذه المدة يمكن تركيب أو تلقيم أي صنف من العنب على هذه النباتات نأمل أن تكون هذه المعلومات قد أفادتك ولو قليلاً من فضلك أنقر زر الإعجاب أو اشترك شكراً على المشاهدة إلى اللقاء في حلقة جديدة